موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هيكون معنا مجموعة مارين رائعة جدا 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 هتقدر تخلي الكورة رمسة في رجلك على طول هي مجموعة مارين تحكم في الكورة هتقدر من بعدها انك تكون لعب عندك مهارة سهلة جدا وهتقدر انك تتحكم في المهارة بسهولة جدا 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 بس اهم حاجة انك تستمر على مدة التمارين دي لمدة لا تقل عن عشر دقايق او خمس دقايق في اليوم حاول تزود يعني كل ما بتزود كل ما تبقى اكتر و الكنترول بتاعك هيبقى احسن وتبقى متحكم في الكورة اكتر واكتر اكتر بس اهم حاجة تابع الفيديو الاخر ومتشتاش لايك وسبسكرا بالقناة ولا بينا هنبدأ في التمارين دي اول مهارة معانا وهي مهارة رائع جدا حلوة جدا 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 هستساعد لعبين كورة القدم على الانتقال السريع وقدرة على المروغة والتحكم بالكورة الجيد جدا 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 تابعوا التمارين ده لان تمارين ده مهم وتابعوا مجموعة التمارين اللي اولا لكم بعد كده لان بجد والله استفادوا كتير جدا جدا من التمارين دي تمام تمارين الاول عبارة عن ايه انك تسعب الكورة باسفل قدمك الى وجه قدمك حاول توقفها بوجه قدمك وبعد كده ترجعها تاني وتنقل من القمع للقمع مجموعة من السحبات تمارين رائع جدا هيسهل عليك التنقل من القدم للقدم ومن المكان للمكان في لحظات ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا على اللاعب كورة القدم انه لازم يتكنها ندخل على التمارين اللي بعده يلا بينا التمرين ده من التمارينات المهمة جدا والرقعة جدا والحلوة جدا 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 لانك بتعمل ايه انت بيكون معاك قمعين فبيتحاول ان انت تعدي الكورة بين القمع وترجعها تاني تمرين حلوة جدا بيساعد رجلك على التنقل والحركة والتنقل من القدم للقدم ومن الامام للخلف بالسحبة لمنها يفيدكم جدا بصراحة واتمنى ان انتو تستخدموا برضو وتابعوا مجموعة اللي انا هقالكم في المجموعة الكي هو تمرين مهم جدا وحلو جدا بس اهم حاجة تستمروا عليه لمدة معينة حاول استمروا عليه شوية وبعد كده نخش على التمرين اللي بعده ونغير في التمارين تحاول ان انت تنوع في مجموعة التمارين عشان الحاجات دي هتساعدك جدا 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 وزي ما انت شايفين قدامكم كده ده اسلوب التمرين اللي هو بتعمل وهو حاجة رهيبة جدا حاجة سهلة جدا 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 تقدر تستخدمها بسهولة وفي اي مكان ده تمرين حلوة جدا جدا وبحب استخدمه جدا جدا لانه تمرين من التمرات الراهيبة قوي اللي تقدر تخليك لعب مميز جدا ليه بقى لانك انت بتستخدم اتنين في واحد اتنين في واحد ازاي لانت بتعمل اول فوت وورك بدون الكورة انك بتحط تلات اماء وتحاول تعمل فوت وورك من غير الكورة تحرك رجلك وبعد كده وفي نفس التمرين تقوم عامل فوت وورك بالكورة تحرك رجلك من هنا وتستخدم مجموعة المهارات اللي انت بتستخدمها وبتحبها وتحاول انك تستخدم مهارات جديدة وعد كده ترجع تستخدم التمرين تاني وترجع تعمل فوت وورك تاني فهو بيفيد الجسم وبينطشة الجسم جدا سواء بدون الكورة او بالكورة فدي حاجة جميلة جدا 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 واتمنى ان كل الناس تستخدم التمرين ده لانه فعلا هيفيد كل لعب كورة كودا موسيقى ندخل على التمرين الاخير معانا وهو تمرين رائع وتمرين جميل جدا جدا لانك تستخدمه على شكل مربع كل بتعملك بتعمل امعين فانت بستخدم الكورة على شكل مربع بتحاول انك تاخدها بالسحبة وبسحبة الى اسفل وبعد كده بتنقلها الى الامع التاني وبالقدم التاني هي بتشغلها بتحاول تشغل القدمين كل ما بتشغل قدميك الاتنين كل ما رجليك بتبقى اسهل كل ما رجليك بتبقى متيسرة احسن بتبقى نعمة وخيفة اكتر تقدر ان هي تساعدك وتبقى كل حاجة بالنسبة لك سهلة في اي حاجة مش عمتا مش في المهرب بس في اي حاجة في التسديد في السرعة في اي حاجة تقدر تطورها بناءا عن الحاجات اللي بقولك عليها دي التمرين المكسف والتمرين باجتهاد وباستمرار وان شاء الله الكل يتوفق باذن الله وبكده خلص حلقتنا نتمنى ان تنقل عجابكم متنسوش اللايك سبسكراب القناة هشوفكم في فيديو جديد باذن الله السلام عليكم